سمحولي رحب بضيفي في الفقرة الأولى الفقرة التحليلية الزميل عباس ظاهر مدير مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات مساء الخير عباس وأهلا وسهلا فيك مساء الخير أمان تحياتي يعني طبعا كل الملفات عم بتراوح ما كانت وأيضا منها الرئاسية إلا باستثناء هذا التحرك القطري بدنا نشوف أدي يعني رغم التكتم والسرية على الجولات واللقاءات ولكن بدنا نشوف أديش فيه معطيات منك وخصوصا حول الأسماء التي ترحت طبعا اليوم القطري هو الوحيد اللي يتحرك بالساحة اللبنانية بشكل صامت بعد ذهاب المفهد الفرنسي من بيروت لا يبدو أنه في شي جديد بالتعاطي مع هذه المبادرة أو بالتعاطي مع المبادرة الفرنسية أو حتى برغبة الرئيس بري بالحوار في حالة جمود لبناني خلينا نقول بمختصرة الكل يستمع اليوم إلى ما يحمله القطري يعني اليوم المفهد القطري أبو فهد عم يجول على القوى السياسية حامل معه مثل ما ذكرت صحيح ثلاث أسماء وطبعا مش معناته حامل ثلاث أسماء أنه يلا يكون تختاروا يا قوى سياسية منهم يا قائد الجيش يا النائب نعمة فرام يا اللواء ليس بيساري لا أنه حامل ثلاث أسماء بخلال الحديث أنه هؤل ثلاث أسماء هل بيكون في علاهم إجماع هؤلاء أسماء غير محسوبين بالسياسة منهم مصنفين يعني على أي فريق يعني قائد الجيش وبفعل موقع رسمي اللواء ليس بيساري كمان صاحب مع كل ناس نائب نعمة فرام منه مطموضع بصورة سلبية ضد فريق مش معناته أنه تسكر اليوم الباب على الأسماء الأخرى اللي ممكن تنطرح بجولات التسويات إن كانت قطرية أو لاحقا دولة تانية أو حتى بالداخل بس بالمختصر لهلأ بهذا اليوم بعد ما الجولة عم تستكمل وتقريبا شارفت على النهاية فينا نقدر نقول عم يشوف القوى السياسية كلها سواء وفي ناس أكتر من مرة فينا نقول أنه كل فريق سياسي بعده ثابت في مكانه من يطرح ومن يرشح أو من يدعم ترشيح سلمان فرنجي بعده داعم ترشيحه ما تراجع من لا يريد سلمان فرنجي بعده محله ما تراجع هل يعني ذلك أنه هؤلأسماء في قبول سياسي لألون معظم القوى لتلك عم تستمع لحامل المفض القطري عم يحكوا بين عنوين سياسي أخرى البعض عم يكبر البكار أكتر أنه الإيراني والبعض بيقول الأمريكاني والبعض أنه ما في قرار اليوم للداخل اللبناني بالحل وهلأ منحكي فيه بس بالاختصار اليوم ما قدت الجولة لنتائج عملية حتى هذه الساعة مش معناته أنه ما رح تقدي لنتائج لأنه ما في حدا يستبقى الأمور بس فينا نقول بالوقت هيدا اللبناني ينتظر في مكان آخر القرار وليس عند القطري ولا حتى كان عند الفرنسي هل هذا التحرك هو تحرك قطري فردي أم هو بدعم من دعم خليجي دعم أمريكي على أي أساس هو جزء من اللجنة المعنية بالحل اللبناني يعني لما اللجنة الخماسية تعدين هو جزء منها وبالتالي ما في مشاكسة لطرحه للفرنسي رح يقل له للقطري أعود على جنب أنا بس لودريان رح يشتغل لأنه بالعكس يمكن بيكمل دوره في مكان ما ولسعودي غير المعنى لهلأ بالساحة اللبنانية رح يقل له ما تشتغل بالعكس ما هو سعودي عم بيقول روحوا نتخبوا رئيس ولأقولكم حل وإصلاحات ونحنا ساعتها بنعمل شي مع هذا ذلك ما قيل له روح بتمثلني ولا قيل له أنا رح شاكسك لا قال له أنت بتعبر عنها يعني ما في مشاكسة بس القطري سيطلع السعودي على نتق الجولة القطري اليوم عم يعمل مبادرة نبيلة خلينا نقول هايدي بتتلاقى مع المبادرة النبيلة الأخرى اللي عم يعملوا الفرنسيين بتتلاقى أيضا مع المبادرة والطرح النبيل يلي طرحه الرئيس بربي الحوار كلها خطوات إيجابية نحن كاللبنانيين لازم نتلقفها لهلا ما في تلقف اللي بده يصير هل القطري اللي حاله بيقدر يفرد حال هون بدي أحكي بالمعلومات كان على سبيل المثال في قوى سياسية متخوفة من هيدا الحراك القطري إذا بيكون فقط لصالح قائد الجيش دون سواح وهون بدي سمي تحديدا النائب جبران باسيل رئيس طيار الوطن الحر يلي عبر بأكتر من جلسة أن القطرين عندهم الإدراء المادية والإساس مارات وغيرها ولوحوا أنه بإمكانية مساعدة لبنان وحتى أكتر من هكي يعني بين هلالين في كتير كلام بهذا إذا القوى السياسية مشيت بالطرح تخوف النائب جبران باسيل هو أنه يكون القطرين رايحين باتجاه فقط قائد الجيش لغير وهو ما بده إياه هنه اتنان ما بده إياهن نائب جبران باسيل للوزير إسلامان فرنجية وللعماد جوزيف عون وبالتالي ما عدا ذلك النائب جبران باسيل مستعد يحكي كان بالأسماء لأجل ذلك أيضا اللواء إياس بيساري يعني مستحصن طرح اسمه عند التيار وطن الحر مثل ما طرحت أسماء أخرى كمان بجلسات منها مدير عام القصر الجمهوري انتوان شئير منها تحكي أيضا عن العميد جورج خوري العميد جورج خوري خوري أساسا مطروح مش منها لا مطروح دائما انه اسم منه جديد على الطرح عم نحكي على أسماء جديدة الأسماء جديدة حتى نعمة فريم اسم كان يطرح سابقا صحيح طب ولكن اليوم تطرحون القطري هذه المرة إلى دليلتها هو مطرح بمعنى الطرح هو دور على ثلاث أسماء يعني على الأكيد عم بيقول لكل الأفريقاء انه خلينا كلنا نبلش نفكر بهذه التسوية وهذه أسماء مأهولة خلينا نختصرها أمل لحتى الناس تكون مطلعة على اللي عم بيصير القطري منه جاي بأجندا يا لبنانين اتفقوا على واحد من هوا ثلاث القطري جاي بمسعة توفيقي تقريب مسافات دور ليشوف مين الأسماء يلي ما عنده تموضع سياسي باعتبار انه هيد الجبهة بترفضها وهيد الجبهة بترفضها لأ أو قدر يعني ثلاث أسماء ثلاث أسماء معظمهم أو اتنين منهم بوظائف رسمية ونائب من هون بموقع المستقل بوظائف رسمية قيادة الجيش الأمن العام واثنينوته النجحين بمهامهم إن كان بقيادة الجيش العماد جوزيف عون أو بمديرية الأمن العام اللواء لياس بايساري اعتقد انه هول أسماء ممكن يلاقوا حل وسط بس لهلأ يعتبر هيدا التسويق منه مثمر بالبعد الداخلي اللبناني وهون منفتح ليلان ليش ليش ليه منه مثمر ما لقى صدى إيجابة أما لليوم القطري عنده تأثير إيجابي لتلك والبعض متخوف إنه لأنه هذا التقل وهذا الاهتمام المالي بلبنان بموضوع أول شي الغاز عنده أخذ الحصة الفرنسية الروسية وبالتالي عنده رغبة بأنه بنجاح لبنان بهذا الإطار فالقطري دوره هون يعني خطوة إيجابية ولكن هل الطرفين المؤسرين بشكل مباشر الطرفان المؤسرين بشكل مباشر في لبنان عنده انتقل السعودي والإيراني عملوا تسوية أقليمية تلحظ أمر لبنان أم لا عملوا ولا لا اليوم نعرف أن البندل السعودي والإيراني السعودي والإيراني يلي بيقدروا يأثروا بالساحة اللبنانية أكتر من غيرهم بكتير بكتير وبيقدروا اليوم إذا اتفقوا يلاقوا حل للرئاسة ولغير الرئاسة السعودي والإيراني اليوم متقاربين أكتر من أي وقت مضى ولكن هيدا التقارب بعده بالسيحة اليمنية أنجزوا العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين أنجزوا إلغاء الصراع بالخطاب السياسي والإعلامي ولكن السيحة اليمنية فيها شغل كان هناك زيارة للوفد الحوثي إلى السعودية وينتظر إذا صار في نجاحات مقبلة بالموضوع السيحة اليمنية ينتظر أن تثمر في الأسابيع أو الأشهر المقبلة في لبنان دون ذلك لا يبدو أن الحراك الخارجي قادر أن يثمر بالمرحلة المقبلة هل قد القصة نحن بدنا ننطر مش معناته نحن ما ملقي حلاء بس يصير فيه توافق بيصير فيه قوة سياسية تمشي على الحوار بيصير فيه قوة ما ترفض الحوار وبيتمنوا عليها ساعة الحوار ينجح لوصلها إلى أسفل هم اللي بدأ أسألك عن الحوار قديش اليوم الرئيس نبيه بري أطفأ محركاته الحوارية أم لا سيستكمل هذه الجولة لحين يمكن انتهاء مهمة الوفد القطري أو عودة لودريان هلأ التحليل هون بالمعلومات أنه رئيس بري لم يطفأ أنه دايما هو جاهز للحوار إذا كان فيه أرضية صالحة بالتحليل بانتظار اليوم هذه الخطوات كانت الفرنسية أساسا بدو يرجع لودريان آخر الشهر وهو أساسا قال وبيدعم اللقاءات بعتقد بناءا على الشيء لأنه صار فيه طلاقي وفيه انسجام وفيه تقارب والبدكية سميها بين مبادرة الرئيس بري الحواري وبين المسعى الفرنسي وبما أنه القطر يصب في ذات السياق فما فيه أي مبادرة بتأثر سلبا على الأخرى بالعكس بتأثر إجابا فينا نقول يمكن الانتظار اليوم لنشوف القطري شو رح يطلع معه لنشوف الفرنسي رح يبين بالكم يوم سعتها بتحين المبادرة لأجل هيك البعض بيتوقع أنه الأسابيع الأولى من شهر تشرين الأول أنا ضد المواعيد لكن الأسابيع الأولى الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول ممكن يحملوا أثار إيجابي بهذا الإطار بتخلي الحوار ينجح يودونا إلى نتيجة ولكن بالملموس لهلأ نحن بدنا ننتظر التأثير الإيراني والسعودي على الساحة اللبنانية لازال حتى هذه اللحظة ما عم يحكي بالساحة اللبنانية لأنه بعده عم يحكي باليمن قد نكون نحن نتيجة ما يحصل من تسويف اليمن صحي يعني بانتظار الملف الرئاسي حتى نشوف يعني مسعى هذا المسعى وهذا التحرك شو رح يثمر يعني مع أنه الدوحة نجحت بكتير من الملفات يعني وكانت ملفات إقليمية ودولية معقدة أكثر من الملف اللبناني ونجحت فيها نشع على أمل أن تنجح في لبنان بالأمس كان في جولة للوزير باسيل بعكر وأطلق عدة مواقف طبعا يعني وجه انتقادات متفاوتة لم يسلم منها أحد إذا فينا نقول لحزب الله لقائد الجيش للرئيس برري للرئيس ميقاتي خليني أسألك بشأن حزب الله بالتحديد قبل قبل هيدا الخطاب السياسي اليوم بلبنان تحديدا عند الكل دون سسنة علي وخد جمهور أول شيء النائب جبران يعني بمعنى طبع علي الخطاب خد شعبية هو لمع على كل حال إنه نحن إذا رحنا على المعارضة سنقدرنا عنا بس إذا بتسمحيني أول شيء التيار الواطنين الحوري عم يعمل جولة كان بقى على الغربي الرئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل كان بعكر نهار السبت رح يكونوا بزحلة وعملين جولة بتبلش من الصبح للليل بهذا الإطار نفسه هيدا جولة بالمناطق المحافظات البعد مسيحي لاستنهاض الرأي العام المتابع لأنه الجمهور العوني وماشي بالمسار يلي أنه ممكن أي حزب أو أي تيار يعمل هيدا لستنهاضة بس بالمعنى السياسي والجوهر السياسي مفي شي جديد ملفتين لونه اليوم نحن مش بانتخابات يعني هيدا الجولات يعني معوضين عليها جمالا قبل الانتخابات ولكن مش قبل الانتخابات ولكن بوقت فراغ سياسي يحتاج باعتقاد النائب جبران باسيل إلى تزخيم جديد للساحة المسيحية يبحث أنا حسب معلوماتي عن حلفاء جدد لأنه ما عنده حلفاء بهذه الساحة لأجل هيك رح تشوفي بالمرحلة المقبلة لقاءات مع شخصيات مستقلة مثلا مثلا حسب معلوماتي بزحلة عمل مع أكتر من لقاء مع شخصيات مستقلة يعني يبلش النائب سيزار معلوف نائب مستقل باعتقد بتبلش الجولة عنده رئيس الكتلة الشعبية سيدة مريا مسكاف كمان رح يزورها وهي كمان مستقلة الفتوش اليوم كمان يعني هاو فلفاء انتخابيين الوزير الفتوش هولي يعني جولة انتخابيين مثلا هولي الشخصيات المستقلة اليوم لأنه تيار الواطن الحر يمكن عم يحسبها أنه هيدا الشخصيات المستقلة ممكن أقدر أعمل أنويا حالي بعدين الكتائب ضدي القوات ضدي شوفيه بعد أحزاب أخرى ضدي المجتمع المدني بالساحة المسيحية عم بحكي ضدي فأنا بحاجة لمتن هذا ولأستنهي الجمهوري فبالتالي بروح بهذه الجولة وهي خطة يمكن تكون ناجحة سعي بس بدل أنه بفي عنا ملف اقتصادي كمان بدي أطرح وبس خليني خلص مع الوزير باسيل عبي انتقاده لحزب الله توجه وقال له أنه مش عارفين أنه التيار إذا راح على المعارضة الكاملة بيقوى ويصبح أقوى وأقوى لأنه لن يكون شريكا بأي معادلة معادلة فشل اليوم ما قدش يحمل هذا الموقف من التهديد إذا بدنا نقول أنه ممكن يتركون ويروح على المعارضة وبالفعل بيقوى إذا راح المعارضة كان زمان شو يعني كان زمان كان زمان قبل العهد اليوم أنا أول واحد قلت بالتحليل أنه الطيار الوطني الحر ما عاد يتراجع هيدا اللي بقي معه هو جمهوره الحقيقي طيار الوطني الحر هيدا اللي حافظ عليهم أنصاره ما عاد يقدر يخسرون لأنه بالبيك تايم كانت بعد نهاية العهد الممكن يخسر في هذا الجمهور خلص هلأت بس مش معناته يرجع يقدر يستن هيد جمهور لا خسره ولا يقدر يجزه بس المعارضة كسيبة وهذه معروفة بالسياسة صحيح بس مش بعد هلأ مش بعد 6 سنين من العهد ممكن تقليلي بعد عهد تاني بقلك إيه لو يقطع عهد تاني نقول الناس أنه بتنسى بس بعد 6 سنين ما صار فيه النجاحات بحجم اللي كان مقمول منه 6 سنين العالم بتنسى هذه النقطة مش بيوم بتنسى بعد ما يصير فيه عهد تاني وبيقولولك أنه إيه بيصير فيه بيصير فيه جيل جديد من جانب وفيه عهد جديد وفيه مرحل جديد وفيه أداء جديد مثل المعارضة من الولايات بكل دول العالم مثل الحزب الجمهوري والديمقراطي بأمريكا بيجي الجمهوري بيحكم بيصير فيه فيه معارضة بيجي الدمقراطي بيصير وبيرجع معارضة للديمقراطي بيجي الجمهوري اليوم نفس الشي بلبنان ما فيك تقولي أنه يلي طالع من مرحلة ما كانت ناجحة كمان القوات اللبنانية عندها خطاب معارضة كمان الكتائب عندها خطاب معارضة كمان القوى المجتمع المدني بالساحة السياسية خطاب معارضة كمان المستقلين عندهم خطاب معارضة وبالتالي أي معارضة اليوم بدأ تمشي إذا الناس بدأ تمشي بس مع المعارضة أضف إلى ذلك أمل حتى بالمرحلة المقبلية الناس دائما الناس طبعا مع القوي بالسياسي حتى مشوا مع طيال وطن الحر مع الجنرال لما كان خطابه قوي. فبالتالي بمالحلة الضعف اليوم والتراجع ما بيعتقد بيقدر يستنهد. هيدا مش معناته أنه بيخسر. أنا مصر لن يخسر اليوم الطيار الواطن الحر للجمهوري. لكن هو ما بيعتبر حاله أنه خسر ولا بيعتبر حاله أنه خسران. عنده كتلة نيابية ووزنة. ورغم الاغتيال السياسي اللي هو بيحكي عنه وبيقول أنه حصل معه قدر يرجع نتيجة موازية إذا فينا نقول. من 2005 لقوة اللبنانية اللي كانت هي بالمعارضة. بسقول أنا بموضوع الخسارة والربح بقيس على السبعين بالمئة من المسيحين يلي كانوا بالألفين وخمسة ويلي بالألفين وتسعة. لهلأ بسقول أنه في خسارة وربح بقول أنه كان فيه تكتل قوي والقوات كان رقم صغير صار بالساحة المسيحية القوات صار أكبر منه. فبالتالي هون أنا بقيسها بعملية مقارنات. مش معناته أنه ضعيف. طبعين هو قوة سياسية موجودة. عندك تلتة نيابية. هلأ بكرة إذا تحالف مع حزب الله أو ما تحالف. بيخسر إذا ما تحالف. ولكن إذا حسن أداءه ببعض النواب لكن رح يخسر أكتر. لأنه هاي دي بتعيدنا الحسابات. وأساساً بعد بكيرها للانتخابات. صحيح. لنحكم إذا كان رح يخسر أو يعحير معه. لي بالمئة. إلى شقة الاقتصادية في موضوعين بدي أسألك عنهم. اليوم المجلس المركزي بمصرف لبنان أخذ قرار بيدفع الرواتب بالدولار. نحن كنا عرفنا أنه هيدا الشي حصل الشهر الماضي. ولكن ما كنا عارفين أنه رح يقدر يدفعون أيضاً بالدولار هذا الشهر أيضاً. اليوم قديش الدولة قادرة بالفعل أنه تدفع بالدولار. وشو تأثير هيدا الموضوع. نحن حكينا بالحلقة الماضية. على كل حال عن وجوب. لأنه صار في أصوات طلعت من الاتحاد العمال العام. من المتقعدين العسكريين. من الكلمة الموظفين. أنه لا بدهم الدولار. أهمية الأرار اللي اتخذ في حاكمية مصر في لبنان. تحديداً أرار الحاكم بالإنابة الدكتور واسيم منصوري بدفع الرواتب بالدولار هو مهم جداً لأربعمائة ألف عائلة. يحميها اليوم من عملية الخسارات بالصرف. يعني أنا كموظف اليوم كعسكري. كمتقاعد بالجامعة اللبنانية موظف أو أستاذ أو أو. اليوم لما بقبت بالدولار. ما بروح على السوق وبدي أصرف لو كنت قابد بالليرة وإخسر. عادة عن الخمسة بالمئة عم بربحها من الدولار بفرق السعر. عادة عن الأمان النفسي. عادة عم بدفع فوتيري أنا بالدولار معظمها. وبالتالي هيدا يعتبر شي مهم لحاكمية مصر في لبنان. إنجاز مهم. يثبت سعر الليرة لأنه ما بيعمل تضخم بالليرة. لأنه نفسيا الناس ما بترجع باتجاه الدولار. وبعتقد هذا السبب الأساسي اللي مسبت سعر الصرف. صلنا من شهرين لهلأ. لا عم يطلع العلمين. زل طبعا في أسباب أخرى. قدش إيدي لضب يتساعدهم بالدولار. على كم شهر. وفصصة. مبينا واضح. إنه مؤمنين معيشات الموظفي الدولي. مبينا واضح. إنه في إجراءات عاملة الدكتور وسيم منصوري بالحاكمية مصر في لبنان. مأمنة هذه الرواتب بسلاسة من السوق بمعايير محددة شفافة تقدر ضعي نمكن شهر اثنينة تلاتي اربعة. ولكن لا تحول دون الإصلاحات بتأمل تمويل الدولة من أمكنة أخرى. اليوم حاكم المصر في الإنابي ما عم بيمول الدولي. عم بيأمن أمرين أساسيين. ويمكن أكتر شوي ما بعرف. الرواتب حاجات القوى الأمنية والعسكرية. يعني شو عم بيقول. أمان اجتماعي والأمن. رواتب للقطاع العام يعني أمان اجتماعي. حاجات القوى الأمنية والعسكرية يعني أمن للبلد وبالتالي هذه العنصرين اللي اشتغل عليهم الحاكم ونجح سبتوا هذا الاستقرار النقدي من جهة والاستقرار النفسي والمجتمعي والأمني من جهتين قد يبدو يضل هذا الاستقرار ساري وخصوصا أنه قال أنه ما بقى رح يمول الدولة لا باللبناني ولا بالدولار لأين واصلين بهذا الموضوع أنا بأعتقد بالإجراءات اللي هو عم يعملها دكتور منصوري تحليلي أنه نحن من هنا لرأس السنة ما في مشكل رواتب بعد رأس السنة بنا نشوف ما في كتحكي باللبنان لأنه باللبنان ما في مدخل هلأ بكرة بيجينا الغاز بيجينا مؤتمرات بيجينا إصلاحات تعمل الدولة بيجوا مختربين على الكريسمس بس ولكن بكتلاقي اليوم حلول إلى علاقة بالقطاع المصري في اللبناني الحلول اليوم لإعلقة بالقطاع المصري اللي تعيد الثقة بالقطاع المصري تحتاج أولا إلى أنه ينعطى المودعين شي المودعين اليوم إلهم حق ياخدوا ولو جزء من أموالهم بما تيسر يعطون شي يعني هيدا الموضوع اليوم في طرح وخصوصا أنه في مقترح اليوم عم بيبلشوا يدولوا أنه إذا أقروا بينصف المودعين جزئيا وهي ضريبة على القروض المسددة بالليرة أو الدولار في لغة شواء بهذا العمل حسب معلوماتي يعني أنا إذا أخد قرض بالدولار ورديته على الألف وخمسة تجيب سيارة بدي يدفع ضريبة ما بتعني إذا أنا أخد قرض خاص قد ما كان حجمه شو لك؟ بالدولار ورديته على الألف وخمسة يعني أنا بيدفع ضريبة الضريبة على الأرباح يعني أنا كمستثمر أخد مية أو ميتين مليون دولار وعامل فيهم مشاريع ورددهم بالأزمة على الألف وخمسة للحق حالي وأنا هلأ مشروعي الاستثماري والتجاري عم بيحقق أرباح كبيرة هون لازم يكون علي ضريبة على هاي الأرباح اللي أنا عم حققها وهيضا الضريبة بتروح لصندوق خاص صندوق المودعين بالمصارف المصارف تستلمها وبتسلمها للمودعين وتقريبا الدراسة حسب معلومات الأولية بهذا إذا تطبقت مضبوط بتطلع بحدود 2 2 2 مليار دولار ليش أني حسب ما بقولوا أن تدر 7.5 مليار دولار الحد لأدنى 2 مليار دولار هاي دي مش على القروض لأنه الأمال بدي أقول لك لأنه في محللين اقتصاديين للأسف سمعتهم وبحسين حتى اقتصاديين ما عندهم يمكن بعض المعلومة قالوا أنه هاي دي الضريبة على القروض وليوم قريناها بأحد الصحوص مشكلة للقروض لأ هاي دي مش على القروض وليوم بين أصحاب القروض الكبيرة والشركات وكبار التجار والصناعيين على الأرباح والأفراد الصغيرة الأرباح يلي حققت القروض يلي رد المستثمرين على ألف وخمسة يعني في ناس اخدين 200 مليون دولار و300 مليون دولار و100 مليون دولار أرقام كبيرة تبركي هيدا المشروع ما ربحه نحن عم نحكي على الأرباح هلأ بتقليلي بالتنفيذ كيف؟ أنا بفهم المتواضع أنا اليوم كمستثمر أخدت 200 مليون دولار قبل الأزمة بالأزمة رديتهم على الألف وخمسة للحق حالي هال200 مليون دولار عملت فيهم مشروع كبير لنقول مجمع سكن كبير وخلصتوا اليوم عم بيعوا لهذا المجمع السكن وعم بحقق أرباح لأنه بالفرق الدولار وغيره أنا رديتهم على الألف وخمسة بس عم بيع على أي أساس على 89 ألف فبالتالي فرق كبير يحق اليوم للموضع إنه إيه إنه شراكة فيهم 10 أو 5% بيقدروا اليوم الدولة والمصارف عارفين من أخد قروض استثمارية وتجارية كبيرة وكيف رد على الألف وخمسة وبشوفوا هيدا المشاريع وين راحت لازم يدفع ضريبة هيدا الضريبة بتروح لصغار الموضعين والموضعين العاديين مثلي ومثلك وكل الناس إنه حق بهيدا المصاري لأنه هيدا الإداعات لأن ردت على الألف وخمسة بهذا الحجم هي أساسا أخذت مصرياتها من مين؟ من الموضعين وبالتالي في اليوم أمل بحدود 30 إلى 33 مليار دولار راحوا من الإداعات للقطاع الخاص أنا ما عم أقول القطاع الخاص لازم يعدم بالعكس القطاع الخاص لازم يكمل ولكن فيه شارك بالاخسارة اللي وقعوا فيها الموضعين الأرباح بركز على الأرباح بس ولكن في عنا مشكل ليه هي؟ الحاكم بالإنابة يقترح هذا الاقتراح وهذا الطرح الإصلاحي بس الإقرار يحتاج إلى قانون هذا الاقتراح بدأ يتداوله مع جمعيات الموضعين وهو يقترح فرض هذه الضريبة قديش لقى أذان صاغية من البقية؟ الآن اليوم القوى السياسية هي المعنية النواب هني بدي أدموا اقتراح أنون السؤال هون بكل بساطة كل النواب رح يوافقوا من الكتل اللي رح تحمل هالملاغ لأنه فيه نواب عندهم شركات تجارية فيه نواب إخدين مش بس نواب أنا ما بدي أقول نواب فيه قوى سياسيين فيه قوى سياسيين اليوم هي عامل حماية ورعاية لبعض التجار الكبار وهولي التجار الكبار عندهم رعايتهم السياسية والإعلامية وبالتالي هني هولي بيخافوا يخسروا 5% من الأرباح يلي هني أخذوها فبالتالي هل بيأسير هيدا المشروع إذا أثار وإذا 2 مليار أو أكتر أو أقل تحققوا راحوا لصالح المودعين هيدا يعتبر خطوة إصلاحية مهمة جدا بالوقت الضائع يلي مش عم بيتقر فيه الإصلاحات الجوهرية الأساسية لإعادة أموال المودعين إن شاء الله خير لأنه هيدا الاقتراح جدا مهم نشوف إذا رح يصل إلى خواتيمه المرجو ونحن خلص وقتنا عباس داهر مدير مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات شكرا لك على هذه الفقرة التحليلية